بسم الله الرحمن الرحيم ونسعد بنور نبي الوفاء مع المصطفى أن يجمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء اللهم صل وسلم وبارك على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم واجمعنا به في الفردوس الأعلى يا رب العالمين اللهم آمين رب العالمين أدين دخين على النبي وقبل ما نخش عن نبع السلام أعيز ألكم حشتوني جدا فترة طويلة أو انقطعنا لحضرتكم للظروف خارجة عن أراضيتنا جميعا لكن أسأل الله عز وجل أن يضيم لنا اللقاء والبقاء وأن يجمعنا وإياكم في الدنيا على الطاعة وفي الآخرة في الفردوس حيث الجنة التي فيها ما لعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أدين دخين على حبيبنا صلى الله عليه وسلم بكل أدب وهدوء وسكينة وكالعادة أوعى تنسى التأشير صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم لأينا قاعد كالعادة بيعلم الأمة بيعلم أصحابه وأصحابه اللي علموا التابعين والتابعين علموا تابع التابعين وهم معلمونا وإحنا بنعلم الناس والناس اللي بعد كده تعلم البعضهم لحد يوم القيامة كل دوت في ميزان النبي محمد صلى الله عليه وسلم دخلنا على النبي لأينا قاعد مع الصحابة وبيقول لهم هذا الحديث الذي روه مسلم بيقول لهم لا يجزي ولد والدة إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعطقه يقول الحالة الوحيدة اللي ممكن يكون الولد ندي لأبيه يقول له زي ما كفقتني أنا كفقتك وزي ما عملت معاك هي حالة واحدة فقط ولم يذكر النبي أي حالة إلا هذه الحالة إن الإبن يلاقي أبوه مملوكا عبدا مملوكا عند رجل فيشتري الوالد ثم يعتقه الوجه الله دي الحالة الوحيدة اللي ممكن الإبن يقول لأبوه أنا أصبحت ندي ليك في الإكرام وفي الإحسان وفي الخير اللي أنت قدمته أنا قدمته زيه بالظبط وليه النبي قال كده لأن دي الحالة الوحيدة اللي ممكن ما تكونش موجودة ما فيش رقب زمنا ما فيش عبيد موجودين في الزمن ده كأن النبي عايز يقول رسالة إن مستحيل إن فيه ولد يقدر يكافئ أبوه أو يكافئ أمه على اللي هم عملوه معان رب ارحمهما كما ربياني صغيرة عشان كده لقاء اللي لا دي بعنوان علمني أبي ودي لمسة وفاء مني لوالدي الله يرحمه رحمة واسعة الذي يتوفيه ودفنه يوم الخميس الماضي أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجع قبره روضة مرياض الجنة اللهم أمين يا رب العالمين حقيقة مش عالفة بدأ أمينين وفي حكمة عربية الحكمة العربية ديت بتقول من أخصب تخير أي من وجد المكان الخصب تخير أي مكان يزرع فيه لكني أجد نفسي أمام هذه الحكمة أقول من أخصب تحير لأن لما وجدت الخصب ده كله والجمال ده كله فأنا متحير أبدأ من فين ولا فين الوالد الله يرحمه رحمة واسعة وان كانت الأمور دي أمور شخصية لكنها من باب تعليم الأجيال اللي جاية إزاي يكون البر بالأب وزاي يكون البر بالأم عايز أقول لكل الشاب وكل فتاة قاعدين قدامي اللي عنده أم وعنده أب عنده كنز كبير واللي عنده واحد منهم برضو عنده كنز كبير حافظ على الكنز دوت لأن أبواب الجنة يوم القيامة تمن أبواب أحسن وأفضل أبواب الجنة هو باب بر الوالدين ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة أي أحسن أبواب الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لما سئلت في يوم الأيام في أحد البرامج على أحد القنوات اتعلمت العلم على يد يمين اتعلمت على يد العلماء 10% من العلم اللي ربنا أكرم لبيه وتسعين في المية تعلمت على يد أبي وأمي تعلمت على قديهم الإخلاص الوفاء الأدب الذوق الرقة مع الناس اتعلمت بينهم العلم والحلم اتعلمت بينهم التواضع اتعلمت بينهم اللين اتعلمت بينهم حب الخير للناس اتعلمت بينهم حاجات كثيرة جدا جدا ما تعلمتهاش في كتب ما أرطهاش في كتب لكن تعلمتها على يد النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تعلمتها تعلمتها بواقع عملي منظور على يد أبي وأمي اللي هم كانوا قدامي وكانوا بيربوني الله يرحمهم هم الاثنين رحمة واسعة علمني أبي تعالوا نشوف بعض الأشياء اللي أنا تعلمتها من أبوي يا الله يرحمه رحمة واسعة وشيء جميل جدا إن الإنسان يكون عنده وفاء لأمه وأبوه في زمن غاب فيه الوفاء عند بعض أو عند كثير من الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى الوفاء النهاردة بقى عملة نادرة بقى لما تيجي تكلم الناس النهاردة عن الوفاء كأنك بتكلم عن قصة من قصص ألف ليلة وليلة مع أن الوفاء ده هو اللي بيربطر قلوب بعضها ببعض الوفاء ده من أجل ومن أعظم الأشياء اللي بتتربط بها قلوب المؤمنين الوفاء ده كان من أعظم أسباب وإسلام كفار قريشي بسبب الوفاء اللي شافوه من النبي صلى الله عليه وسلم وبسبب العفو وبسبب التواضع وبسبب الحلم وبسبب الرفق كل هذه الأمور والأخلاقيات الجميلة اللي إحنا محتاجين نتكلم عنها كتير أولي من دولة الأخلاقيات اللي تقريبا أصبحت عملة نادرة في هذا الزمان عشان كده بقول شيء جميل قوي أن أنت تحمل في قلبك الوفاء لأي إنسان تحمل الوفاء لأمك وابوك تحمل الوفاء لزوجتك تحمل الوفاء لأسد زيتك ومشيخك اللي علموك تحمل الوفاء لكل إنسان أحسن إليك ولو بشيء يسير الإنسان اللي يكون عنده وفاء صدقوني بيكون إنسان فعلا كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم يألف ويؤلف الإنسان تألف الإنسان اللي عنده وفاء وتذكر الإنسان اللي ما عنده وفاء أبدا ربنا يرزقنا إياكم الوفاء ويجعلنا إياكم من الأوفياء الذين يحشرون يوم القيامة مع سيد الأوفياء صلى الله عليه وسلم أول حاجة تعلمتها من والدي الله يرحمه رحمة الوسعة الإخلاص عمري ما شفت والدي أبداً في حياتي بيعمل أي معروف وبينتضر شكر من أي إنسان على وجه الأرض عمري ما انتظر كلمة شكراً من أي حد عمري ما اتأخر عن خدمة حدي ده قدام عينية ده والدي الله يرحمه رحمة الوسعة عمري في حياته ما اتأخر عن حد وعمري في حياته ما انتظر شكر من حد حتى كنت أعلق معه ده بعض و بعض الأمور اقول لي والدي يعني انت اكرمت فلان او خدمت فلان او عملت فلان معروف وهو عمره مشاكر يقول لي يا ابني سيبك من الناس احنا مش منتظرين شكرا من حد احنا بننتظر الاجر من ربنا سبحانه وتعالى ربنا هو اللي بيكافئ والناس مهما عملت مش ممكن تكافئك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يشكر الناس لم يشكر الله ادي اول حاجة تعلمتها من الوالد ولذلك القرآن بيعلمنا دائمنا جماعة ان احنا ننسى حظ الانفس وانحنا نعمل اي عمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى لما اورد المولى عز وجل في سورة ياسين قصة مؤمن ياسين هذا الرجل لما المولى عز وجل أرسل ثلاثة من الرسول في قرية واحدة ما عند رسول واحد كان كفاهي للقرية لكن القرية كانوا عتاف الكفر مش عايزين يؤمنوا مش عايزين يسلموا فالمولى عز وجل أرسل رسول والتاني والتالت ورغم ذلك لم يؤمنوا فهذا الرجل خاف ان هؤلاء الناس يموتوا على الكفر شوف الآية يقول ايه وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى جاء من مكان بعيد لكنه حريص جدا على حمل الهداية للقوم للناس اللي عايشين معاه في نفس البلب شوف وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى جاي بسرعة جاي بيجري تحس انه بينهك تحس ان النفس بيتردد كده في رقتي من شدة خوفه ومن شدة يعني انه حريص جدا وشدة حرصه على هداية هؤلاء الناس شوف خطبهم بيقال لهم ايه هؤلاء القوم كانوا كفار كلهم قال يا قوم اتبعوا المرسلين يا قوم اللي بتحبيب يا ناسي يا عشرتي يا أهلي يا قومي يا علتي يا أهلي مدينتي يا أهلي قريتي ده أسلوب التحبيب الجميل ولذلك أغلب المشاكل اللي حصرت النهاردة في كثير من الدول الإسلامية سدقوني وكانت أكبر جريمة ارتكبت في بلاد المسلمين هو التفريق بين أهل البلاد تبقى بلد يقولك ده فصيل إسلامي وده فصيل غير إسلامي فالفصيل اللي بيقولوا عليه غير إسلامي ظن ان الفصيل التاني بيكفروا ما انت بتقولي ان انا مش إسلامي معنى كده ان انا كافر ده كانت أكبر جريمة ارتكبت في بلادنا ان احنا النهاردة ما ينفعش نقسم الناس في فصيل إسلامي وغير إسلامي إسلامي لأنه ملتحي ومش إسلامي لأنه مش ملتحي مين يقول الكلام ده يا جماعة يعني ده قسمة غير عادلة بالمرة لأن يا مناس مش ملتحين لكنهم أفضل مننا ألف مليار مرة بإيمانهم وتوكلهم وأخلاقهم ومعاملتهم الدين المعاملة وإن كان النص غير صحيح لكن المعنى صحيح وأصح من الصحيح فعن الدين المعاملة سلوكيات والأخلاقيات والمعاملات شيء جميل جدا جدا إن الناس لما تشوفنا تشوف الإسلام في أخلاقنا ومعاملتنا وسلوكياتنا هو ده المسلم اللي النبي قال عنه صلى الله عليه وسلم وأخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا هم دولة لو عايز تعرف ترمومتر الإيمان في قلب إنسان له مظهره ولا له لحياته ولا أي حاجة ونلقى حقر من شأن اللحية من راجل ملتحي لكن اللحية أمر من أوامر دين وليست كل الدين هي أمر من أوامر ممكن ألتحي ولكني أفرت فيه جميع أوامر الدين ممكن أنا شخصيا مثلا أكون ملتحي وكون غير صادق وكون بسعب النميمة وكون بغتاب وكون مش أمين وكون ما عنديش وفاء طب إيه فايدة اللحية في الوقت ده بالعكس ده اللحية في الوقت ده تدر الفصيل الإسلامي وتجعل الناس يسيئون في ظنة بكل ملتحي أما لو كنت أنا ملتحي وكني عندي أخلاق وسلوكيات مطيبة ومعاملات طيبة دي صورة جميلة الإسلام والمسلمين يا حبذة لو اكتمل الظاهر مع الباطن لكن لو لم يتم اكتمال الظاهر مع الباطن فنتمنى أن يكون الباطن طيب ليه؟ لأن الباطن ده هو اللي بتعامل بيه معاكل القلب الطيب الصدق الوفاء الإخلاص اليقين التوكل حسن الخلق حسن المعاملة هي دي اللي أنا محتاجة أن نشوفها بين المسلمين في الإسلام بيعلمنا نحن ننسى حظوظ النفس نعمل العمل ونبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى ولذلك شوف مؤمن ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل يسع قال يا قوم يا أهل يا ناس اتبعوا المرسلين إلى آخر الآيات مؤمن أهل فرعون الذي ذكره المول عز وجل من أقصى المدينة يسع قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلك فاخرج إني لك من الناصحين هل نحن نعلم اسم مؤمن ياسين ما نعلمش وإن كان جاء في بعض الروايات وليس عليها الصحة في السنة دي يعني لماذا سنة صحيح إنه اسمه حبيب النجار طيب مؤمن قالي فرعون حد عارف اسمه حد شعرف اسمه سواء إن احنا نعرف إنه ابن عم فرعون فقط لكن اسمه لم يذكر ولم يضر الرجل اسمه لم يذكر لأن الله عز وجل يعلمه ويعرفه وسيجزل له العطاء في الدنيا والأخيرة بفضل الله سبحانه وتعالى أصحاب الكهف إنهم فتية آمانوا بربهم وزدناهم هدى من هم الفتية أسماءهم إيه ما نعرفش سواء إنهم من عيلية القوم وكانوا عايشين بين قوم كلهم كفار ومشركين فاعتزلوا من أجل أن يؤمنوا بالله عز وجل ودخلوا الكهف فألقى الله عز وجل عليهم النوم 309 سنة في ذلك الكهف إنهم فتية آمانوا بربهم في فتحات الروم لما مسلم بن عبد الملك رحمه الله رحمة الواسعة أراد أنه يفتح حصن من الحصون فاستعصى عليه فجاله واحد قال له ما فيش مكان لدخول الحصن ده إلا من خلال نقب تحت الأرض نقب كده زي مصورة تحت الأرض أو حفرة تحت الأرض أو نفأ تحت الأرض النفأ ده مليء بالأفاعي والحيات والعقارب يعني اللي هيعدها هيموت هيموت ده الحل الوحيد عشان تقدر تعديه وإلا في الحصن محصن ما تقدرش تخش أبدا لهذا الحصن فقال له طيب خلاص يعني لو حد يدخل هيفتح قال له بمجرد ما يوصل لآخر النقب هيكون وصل خلف الباب بتاع الحصن يفتح الحصن يخش الناس يبقى أنتوا كده احتلتم الحصن فمسلم بن عبد الملك ندب الناس للدخول في الحصن فرفضوا جميعا مين يخش ويغامر بحياته فوسط حياته وعقارب وآفاعي فما حدش رف بحدش ردي لحد ما جيه واحد تلثم كده وقال له سأدخل وأنا النقب ودخل النقب هذا الشاب بدوته ورحمة عد من النقب النحية التانية وربنا سلمه لحيات تعرضت لي والأفاعي والعقارب لإن ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها سبحانه وتعالى ما فيش حد في الدنيا دي تقدر أنه يصيب إنسان بمكروه إلا إذا أراد الله عز وجل ذلك فعد الرجل فتح الحسن ودخل والحمد لله غنم وغنائم عظيمة جدا فبعدما دخلوا وفتحوا الحسن وغنموا غنائم مسلم بن عبد الملك قال أين صاحب النقب فلم يخرج أحد مرة واثنين وثلاثة في الآخر قال عزمت عليه بالله أن يخرج فخرج الرجل الملثم قال إن صاحب النقب يطلب منكم أمرين قال ما هما قال ألا تسألوه عن اسمه فتحمدوه وألا تعطوه شيئا فتكافئوه قال له ذلك فقال أنا صاحب النقب فانصرف الرجل فكان مسلم بن عبد الملك بعد ذلك يبكي وهو يصلي ويقول اللهم احشرني مع صاحب النقب شيء جميل جدا إخلاص النية لله سبحانه وتعالى تعالوا نكمل يعني علمني أبي ولكن بعد فاصل قصير صلى الله لحبيبك تعالوا نسوه بيت الرسول ونسعد بنور صفا بود ومحبه ولحظة صفا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني أبي فأول حاجة تعلمتها من أبي الله رحمه 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 نسوه وطبعا تعلمتها قبل ذلك من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم سعلمت من أبي الإخلاص إخلاص النية لله سبحانه وتعالى أن أنت لما تلاقي إنسان بسيط وأمي لا يعرف الكتابة ولا القراءة لكنه عنده إخلاص نية اللي هو الناس الطيبين الناس أباء وأمات اللي قاعدين قدامي دلوقتي الناس اللي على الفطرة الناس الكبار في السن اللي على الفطرة اللي هم لهم حفظين البخاري والمسلم ولا حفظين القرآن ولا درسين علم الشرعي لكن فطرتهم جميلة نقية تحس فعلا يعني اللي هو حتى كان بعض العلماء كان يقول اللهم ارزقني إيمان العوام اللي هو الإيمان المجمل البسيط الجميل اللي ما فيهوش أي كالكعة ولا فيه أي تكلف ربنا يرزقني وإياكم إيمان هؤلاء الناس الناس البسطاء الجمال الرجل كان أميا لكن بإخلاص نيته لله خذ بلك من حاجة قديه العلماء والدعاء قديه بيتعبه قديه أن أنت ممكن لو عايز تسلق طريق دعوة أنت محتاجه أنا أعتبر وأدينه الله سبحانه وتعالى أن طالب العلم اللي ما يجلسه قدام الكتب على الأقل بقول على الأقل يوميا من يوم ما يبدأ في طالب العلم إلى أن إلى آخر لحظة في حياته ومش بقى مجرد أنه بقى شيخ خلاص انتهى طالب العلم لا ده كما قال الإمام أحمد بن حبل مع المحبرة إلى المقبرة فأنا أعتقد وأدينه الله سبحانه وتعالى أن طالب العلم اللي ما يفتحش الكتب يوميا على الأقل لثمان ساعات لا يصلح أن يكون طالب علم ولا عالم فشوف تخيل قدي الإنسان ممكن يتعب قدي إيه ساعات طويلة جدا فين أنت تجلس أمام الكتب وتتعلم وتسافر وتروح للدعاء والمشايخ وتتعلم مسألة ديت وتتعب عشان تروح تطلب علم معين من أحد الدعاء في دولة تانية غير دولتك شوف في النهاية هتحصل العلم الشارع ده في كام سنة ثم تكمل بعد ذلك العلم لحد آخر لحظة في حياتك هذا الرجل البسيط الأمي بإخلاص نيته لله سبحانه وتعالى ربنا يكرمه بأن ابنه يطلع داعية وأن ربنا سبحانه وتعالى يجعله القبول الحمد لله بنحب الناس وناس بتحبنا وربنا يجعل كل الدروس وكل خطبي وكل كتبي جميعا بلا استثناء لأني نظرت ذلك من أول لحظة في حياتي من 23 سنة بأن يا ربي كل كتاب أكتبه كل درس كل من أسلم على أديه كل من اهتدى على أديه وجعل تانية سببا لذلك كل ده يا رب يجعله في ميزان حسنات أبي وحسنات أمي عشان كده بقولك شوف بإخلاص نيته ربنا يكرمه بابن يسلك هذا الطريق عشان يكون العمل ده في ميزان حسنات وإلا هو لو ما كانش مخلص ممكن ابنه يطلع إنسان فاسد يطلع إنسان مالوش علاقة بالدين بالمرة لكن عشان هو إنسان طيب عشان هو الإنسان طيب لإن أنا أعتقد وأدين الله سبحانه وتعالى إن والدي ووالدتي أحسن مني ألف مليون مرة أنا ما جيش حاجة في الطراب اللي كانوا بيمشوا عليه الله يرحمهم رحمة واسها الحاجة الثانية اللي تعلمتها من والدي نقاء القلب الوالد الله يرحمه بلا مبالغة والله العظيم لو جيت حضرتك قعدت معا قبل ما يموت وقالت له حاجة عالي أنا إمبارح كنت أو من أسبوع قلعت رحلة للأمر دفعت 200 دولار فقلعت رحلة للأمر قعدت يومين في الأمر ومت معد على المشترة وبعدين دخلت على أورانوس ونبتن وبلوتو وقعدت لفت لفة كده على الكواكب ولسه راجع إمبارح كل اللي هيقوله لك كلمة واحدة ومش هتصدق هيقولك الحمد لله على السلام يا ابن ليه؟ الوالد كان يعتقد أن كل الناس صدقين كل الناس طيبين كل الناس أفاضل لأن فعلا كده يعني الإنسان الكويس شايف الناس كلها كويسة واللي مش كويس شايف الناس كلها مش كويسة فكان عنده نقاء قلب غير عادي ولذلك كان بيحب كل الناس وبلا مبالغة أنا لا أعلم إنسان على وجه الأرض كان بيكره والدي الدنيا كلها كانت بتحبه وده بيفكرني بالرجل الذي جاء حديثه عند أحمد بسند جيد أنا دبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم جلس بين أصحابه في المسجد فقال يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة دخل رجل يقطروا ماء الوضوء من لحياتي دخل صدر كثير ومشي في اليوم التاني النبي بقوله وسط الصحابة يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة يدخل نفس رجل في اليوم التالي نفس الكلام فعبد الله بن عمر بن العاص قال مش ممكن لازم أعرف إيه السبب اللي خلى النبي يقول عنه كده فرح قال له إني لحيته أبي قال لأ أدخل بيته الثلاثة لأن هل تضيفني عندك في عندك في بيتك قال له تعالى فضيفه بيته ثلاث ليلة فعبد الله بن عمر بن عاص بيقول يعني ما وجدت عليه كثير صلاة ولا صيام أنا مش عارف إيه اللي خلى النبي يقول عنه أنه هو من أهل الجنة أنا مش شرف حاجة يعني مهمة أو بيعملها غير أنه فقط بيقد الفرائد يعني لا بيصلي نوافل ولا بيصوم نوافل ولا بيأم سني يقول أذكار ولا بيعملش حال خالص غير الفرائد بس قال حتى كدت أن أحتقر عمله فلما مضت الثلاث ليالي قلت له إني ما لحيته أبي ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنك من أهل الجنة ثلاثة مرات فأردت أن أعرف عملك بتعمل إيه قال هو ما رأيت غير أني لا أبيت ليلة وفي صدري غل ولا غش ولا حسد لأحد من المسلمين قال تلك التي بلغت بك المنزل وهي التي لا تدرك أكبر شيء جميل وشيء فوق الرائع إن الإنسان يكون قلبه نقي والدي كان كده الله يرحمه والدي كانت كده والدي كان نقي جدا جدا عمره في حياته ما كره الخير لحد عمره ما دبر ما كيدا لحد عمره في حياته ما حسد حد ولا حقعد عن حد ولا جاب سيرت حد الله يرحمه رحمة وسعب علمني أبي علمني الزهد في الدنيا والزهد مش إن أنت يبقى ما معكش لإن أنت لو ما معكش هتبقى زاهد غصبا عنك إنما علمني إن حتى لو في إيدك فأنت زاهد لإن الحاجة دي في إيدك مش في قلبك ده شيء جميل جدا حتى لما ربنا سبحانه وتعالى أكرمني وبدأت أقول له يا والدي أجيب لك كذا تبقى أعمل لك كذا تبقى أسوي لك كذا تبتيجي تقعد معي في المكان تبني أعمل كذا يقول له والله يا ابني أقسم لك بالله والله يا ابني أنا ما عايز حاجة من الدنيا كلها أنا جبعت من الدنيا يا ابني وكل اللي عايزه إن ربنا يرضى عنها ونطلع منها بسلام حاجة جميلة قوي علمني أبي رقم أربعة الرضى بالقضاء والقدر والدي ما كانش صابر والدي كان راضي والدي كان عنده كم من الرضى غير عادي رضى غير عادي فعلا كان كأنه لا يحسن إلا كلمة الحمد لله كان بفكرني بسيدنا عروة بن الزبير عروة بن الزبير اللي جاله مرض في رجليه والدي برضه كان عنده مرض في رجليه وكان داخل عشان يقطعه رجليه لاتنين وعنده واحد وتسعين سنة سبحان الملك فعروة بن الزبير لما قالوا له هنسقيك كأسا من المرقد حاجة كده يعني تعملها كده ايه تغيب عقلك عشان نقطع رجليك ما تحسش بالألم قال لا اذهب عقل منحنيه الله ولكن انتظروا حتى إذا دخلتوا في الصلاة فاقطعوا رجلي فلن أشعر إن شاء الله جل وعلا فدخل عروة بن الزبير في الصلاة وكان عروة بن الزبير كان ليه ورد عظيم جدا في الصلاة كان بيقرأ ربع القرآن كاملا يعني حوالي سبعة اجزاء ونص يقرأهم بالنهار ثم يقوموا الليل بالسبعة اجزاء ونص بالليل تخيلوا حضراتكم واحد بيقرأ ربع القرآن بالنهار ويصلي به طوال الليل يعني كأنه يصلي أو يقرأ يوميا نصف القرآن يعني كأنه بيختم القرآن كل يومين كل يومين تخيلوا حضراتكم أشاهد في الموضوع قالوا لهم نقطع رجليك قال لهم لا انتظروا ما خلش في الصلاة دخل في الصلاة فكبر ثم قرأ ثم ركع ثم سجد فقطعوا رجله فأغشي عليه يوما كمان أغمع عليه يوم كامل فلما أفق قال له أحسن الله عزائك في رجلك وأحسن الله عزائك في ابنك فقد رفسته دابة من دواب الخليفة فمات فماذا كان من عروى بن الزبير قال اللهم رك الحمد إن كنت قد أخذت فكم أعطيت وإن كنت قد ابتليت فكم عفيت وأدي من نعمة قبل النقمة قال أعطيتني أربعة أبناء وأخذت ابنا واحدا وأعطيتني أربعة أطراف وأخذت طرفا واحدا فالحمد لله حتى ترضى والحمد لله إذا رضيت والحمد لله بعد الرضا فالعمر كما مدد تكفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبل فالوالد كان عنده واحد وتسعين سنة تعرت خلال سنوات عمره لابتلاءات لا تخطر على قلبه بشر ولكن والله العظيم كنت لا أرى منه إلا البسمة وكلمة الحمد لله الحمد لله إحنا في خير يا ابني الحمد لله يارب بس نعرف نؤدي شكر النعمة اللي ربنا ادهنا اللهم لك الحمد سبحان الملك علمني أبي اللقمة الحلال أن أنت ما تاكلش غير اللقمة حلال لو هتموت متجوع لو هتمشي مش لقي يعني حاجة تحطها على جسمك لو هتعيش ما فيش بيت تعيش فيه لو مش هتبقى بجيبك مليم حتى أن أنت تقدر تتحرك بيه اوه هتاكل إلا لقمة حلال الله وعلا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رأى مسلم يقول إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ثم قال في آخر الحديث ذكر الرجل أشعر أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وهذي بالحرام فأنا يستجاب له إذا إزاي ربنا فيستجيب لإنسان بياكل لقمة حرام حرام عايز أقول لجهو حاي صغيرة كان والدي كلمة ليه كلمة مشهورة دايماً كان يسمعها لي دايماً كان لما يشوفني على قناة فضائية كان لما يشوف كتاب جديد لي كان لما يشوف لي محضرة كان لما يشوف حد يبعيت لي رسالة يقول لي أنا أستمت على قديك أو واحدة تقول لي أنا ألبست الحجاب على قديك أو واحد يقول لي أنا بدأت أصلي بسببك أو أو وكان هو يشوف لواري الرسالة دي كان يقول لي ابني كل اللي عايز أقوله لك انت ثمرت لقم حلال شوف الكلمة دي كلمة وصية لكل قبض مسلم على وجه الأرض أكل ولادك حلال ربنا هيكرمك بيهم وابطاعتهم لله ثم ابطاعتهم ليك هيسمعوا كلامك وهيبروك وهيكرموك لو أكلتهم حلال ولو أكلتهم حرام وانت حاسس ان انت بتكرم ولادك بكده علشان بفق يعني العصر دو واخبالك ان مش عايز احرم ولادي من اي حاجة لا احرمهم احرمهم واتكلهمش حرام احرمهم وربنا هيعوضهم في الجنة احرمهم وربنا هيكرمهم وهيعوضهم في الدنيا قبل الاخرة لكن ما اتدخلش على ولادك لقم حرام لان لو أكلتهم حرام هيعصوا ربنا وهيعقوا هيعقوا الاب والام شئت أم أبيت لان ما من جسد نبت من سحت إلا والنار أولى به شوفت ديه وكل لحم أو كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به خلاص هو حكم على نفسه بأن هو بيدخل ولاده في النار ده انت لو شفت ولادك يوم القيامة واضطر في النار جاي نحياتهم كده لم تتحمل فالمولى عز وجل بلقوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شدياد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعرون ما يؤمرون أنا عايز أحكي لكم كسة صغيرة كده في آخر أيام والدي بكرامة كده ربنا أكرمه بيا حاجة عيبة جدا وحاجة فعلا لا تقتل على قلبه بشر الوالد الله يرحمه رحمة واسعة قلت لحضراتكم عنده واحد وتسعين سنة في آخر أيامه حصل انسداك في الأوردة أو في الأوردة الأوعية الدموية في رجليم فالدم مش وصل لرجليم فرجليم تدي تسود وتتيبس وخلاص الدكاترة قاله لابد من قطع الرجليم الأول قاله قطع رجليم وبعدين بدأ الحكاية تحصل في رجليم التانية قاله رجليم الاتنين لازم يتقطع طيب نستعمل مسكنات يا جماعة قاله خلاص نستعمل مسكنات استعمل مسكنات ما بتوصلش لأولدة نفسها مسدودة فالمسكن ما بيوصلش لموضع الألم فقاله المسكنات مش عامل حاجة وهو لحاولها لقوة طلب الله صريخ الليل والنهار لا يفطر عن الصريخ مع الصريخ كلمة الحمد لله الحمد لله وبيأصرخ والحمد لله الحمد لله مع كل الصريخ ده ورجل واحد سنسلم وكان مشهد بيقطع في قلوبنا بقيت عندي استعداد لو قالوا لي إن فيه كابسولة تمانها عشر تلاف جنيه هتسكن الألم عنه ليلة واحدة والله العظم أقسم بلا كنت على استعداد لو هبيع هدومي إن جباله بس عشان ما شوفوش بيتألم قدام فكان مشهد مطعف جدا فالمهم فدخل المستشفى يحاولوا يوصلوا له محليل دم أي حاجة أوردت إيدي كلها فرقات من كتر الاستعمال بقى الأوردة وتوصيل الدم والمحليل على سنوات عمره خلاص مفيش واريد سليم تدخل فيه إبرة فما كان منهم بدأ يوصلوا له عن طريق واريد في الرقبة وده موضوع مؤلم جدا جدا فجعلوا قيء دموي ونزيف شديد جدا وبعدها مباشرة ربنا أكرموا بإن توقف في القلب لما توقف في القلب أعلنوا في المستشفى إن الوالد توفي وبدأ الناس خلاص بيعزوا ولكن بعد نصف ساعة واحد من الأطباء عمله عملية صدمات كهربائية صدمات كهربائية لما تعمل بعد نص ساعة كان فيه خلايا في الموقف توقفت وحصله فشل كلوي ومن رحمة ربنا بي إنه جاله إغماء غيبوبة غيبوبة لمدة 18 يوم أنا ليه بحكي الحكاية ده كلها هو أنا بحكي لكم لوالدي حصله ومش حصله عشان أنا أطلع على شاشة أقول له حصله لا ده أنا عايز أحكي ده كله عشان حاجة معينة عايز أوصلكوا ليه 18 يوم الوالد في غيبوبة كاملة أخذ بالك وبعد 18 يوم أنا طبيعتي ما بنامش غير بعد صلاة الفجر أدوب في اليوم دوت اليوم الخميس جيت أنام الساعة 7 7.5 بالملي وأنا كنت مواصل بسبب المشاكل دي كنت مواصل يعني ما فيش نوم خالص بقى لي 8.5 ساعة في اليوم ده قلت أنام أسترح شوية عشان بعد كده يوم الجمعة عنده خب جمعة وكان عايز أشوف بس هو الوالد وظروفه جيت أنام الساعة 7 7.5 صحوني الوالد رحمة الله عليه فقمت ورحت المستشفى عشان نجهز الوالد نغسله ونشوف حاله عشان نحن نتفنه ونعلم الناس وإلى غير ذلك روحنا كان كل شيء متيسر بشكل لا يخطر على قلبه وشر دوت أنا روح أطلع الورقة الدفن تصريح الدفن ويرسل تعالى وفلان هيغسل وفلان هيغسل طب الكفن أنا نسيت أجيب الكفن فجأة لقيت الكفن قدام واحد جايبه ومشي عارف هنعمل إيه كل حاجة كنتمتيسرة بشكل جيل عادي تنظر لوشه وهو على المغسلة شيء لا يخطر على قلبه وشر الوجه مبتسم ابتسامة أقسم بالله ما رأيته أجمل منها في عمري ضربة اللي كان في الغسله كان مستغربين جدا وإلي شوف الشيخ حمود البسمة الجميلة اللي على وشه دي حاجة لا تخطر على قلبه وشر حاجة جميلة قوي المهم تم تغسيله وتكفينه وروحنا نصلي عليه في مسجد الحصري الله الشيخ الحصري الله رحمه 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 في المدينة السادس من أكتوبر آلاف البشر ربنا أكرم نبيهم هيجوا يصلوا على الوالد استئذينك أستاذيني أستاذي أحمد معايشة أكمل القصة الصورة دي فالمهم راحوا يصلوا على الوالد آلاف البشر الموجودة ما شاء الله حاجة جميلة جدا جدا حاجة تشرح الصدر كان فيه أربع جنازات جنازة والدي وواحد تاني وجنازة اتنين من النساء وفجأت بأخ سوري ودي كنتمه فاجأة أخ سوري شكله أخ فاضل طيب عايش في مصر هنا وربنا يا رب يحفظ أهل سوريا فرج أهمو يا رب العالمين جاني وقال لي يا شيخ محمود ابني طفل صغير مثل فرقة القمر عمره 18 يوم اتولد من 18 يوم ومات النهاردة فأستأذنك نفسي أتفنه مع والدك قلت له سبحان الله أنا والدي من 18 يوم قلبه توقف ولو كانوا سابوه ما عملوش صدمات كهربائية كان مات وكانت دفن وكأن تأجيل 18 يوم دولت كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى ما يسخرش الطبيب دو اللي عمله صدمات كهربائية عشان ما يعيشش خلاص ويموت ويدفن في ساعتها لأنه خلاص بكل أحلن ونمات لكن يعيش 18 يوم عشان خد بالك في اليوم اللي توقف في قلبك في طفل من سوريا هيتولد الطفل دوت هيموت بعد 18 يوم وانت هتموت في نفس اليوم عشان تدفن في حضن بعض كان دلالة غريبة قوي وخدناه وروحنا دفننا الوارد وفي حضنه الطفل السوري اللي عمره 18 يوم مثل فلقة القمر الحاجة عابلك كحلاوة اللي يشفيها ويعفو عنها ويبارك فيها وينفع بيها لما اتصلت بيها تعزيني فبحكي لها القصة ديت قالت لي كأنها رسالة من الحق سبحانه وتعالى أن والدك رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه كأنه طفل صغير وكان فيه دلالة تانية عندي هقولها كده بسرعة كده ونطلع فاصل أن أن الطفل معلوم أن طفل مولود صغير لسه ما عملش أي حاجة لم يكلف يقينا بإجمع أهل العلم ده من أهل الجنة والإمام بن القيم بيذكر في حاد الأرواح أن الإنسان من أهل الجنة وهو مدفون في قبره لو اندفن معه واحد من أهل النار طبعا عذاب الرجل بتاع أهل النار مش هيوصل لنعيم الرجل بتاع أهل الجنة ونعيم الرجل ده مش هيوصل للتاني لكن المولى عز وجل سبحانه وتعالى حينما يدفن إنسان من أهل الجنة في قبر ويرى عذاب إنسان بيعذب وإن لم يصل إليه العذاب لكنه يتأذى من رؤية هذا العذاب فكون إن طفلي تولد طبعا مش زي ما الناس فكر إن الطفل لما تولد مع واحد بيرفع عنه العذاب أو بيشيل سيئاته أو أنه بيكون سبب رحمته لكن لا الكلام ده كله ما وردش به حديث لكن ورد حاجة تانية أجمل من ده كله أو حاجة ممكن نستأنس بها إن الطفل ده من أهل الجنة ومحال إن ربنا يجعل الطفل يتأذى برؤية الوال بيعذب من أهل النار فدي دلالة كده يعني يعني بنفهمها كده بحسن ظننا بالله إن هذا الرجل مش من أهل النار رجل ده ممكن يكون من أهل الجنة برحمة الله أو بفضله ثم بحسن ظننا بالله سبحانه وتعالى كانت حاجة جميلة قوي قوي إن الوالد يتأخر 18 يوم دولت عشان الطفل ده هيتولد في اليوم دوت وهيطفن بعد 18 يوم وهيكون في حضنك فتبقى بشارة خير ويبقى يعني بشرة خير كده للوالد الله يرحمه رحمة المساء علمني أبي نكمل مع حضراتكم بعد الفاصل صلى على حديث دوت يعيش الدفا بود ومحبه ولحظة صفا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإنسان يا جماعة لما بيموت بيتمنى إن ربنا يكرمه بإن حد يصلى عليه لإن النبي قال أحاديث عظيمة جدا في الإنسان اللي بيصلى عليه ميت واحد بس مش هقولك ده ألف ولا ألفين ولا عشرة آلاف في لما شفت والدي بيصلى عليه آلاف البشر تذكرت تلت أحاديث حديث الأولاني روات المبيضي بس أنا ده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يشهد له ثلاثة إلا وجبت له الجنة فيش مسلم يشهد لي ثلاثة من الصالحين بأنه رجل من أهل الصلاح إلا وجبت له الجنة قالوا يا رسول الله واثنان يعني يعني لو مشهدش عليه ثلاثة لو شهد عليه اثنين بس قال لهم واثنان ولو شهد عليه اثنين إنه من أهل الصلاح وجبت له الجنة حديث التاني رواء أحمد بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يصلي عليه أمة إلا شفعوا فيه الرواية الثالثة أوضح من الاثنين لفاته رواية عند ابن ماجة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه مئة من المسلمين غفر له يبقى غفر له ووجبت له الجنة لو صلى عليه مئة من المسلمين وشهد له ثلاثة أو اثنين بأنه من أهل الصلاح ليه تبقى بشرات جميلة أذكر يوم موت أمي الله يرحمه رحمة وسعه سنة ألفين إن قبلها بخمسة أيام كان فيه رجل عندنا في نفس الشارع رجل لواء شرطة وكان له شن ورن في النظام الصال ورقى طمعا وليه شرطة وكان يعني ورئيس مش عارف مكان معين كده وكان حاجة يعني إيه كان بيجي بحرصات ويمشي بحرصات والدنيا كلها حالين يوم ما ماتت أمه أذكر إنه مشي في جنازتهم ما لا يزيده عن 12 أو 13 فلما دخلوا وصلوا عليها جنازة فقالوا يعني يا جماعة يعزين بس نكمل قالوا يعني أغلب اللي وقفين ما بيصلوش وما عرفوش يصلوا جنازة فمين لا يصل فسابوها لإمام المسجد واثنين ثلاثة حوالي صلوا عليها بعدها بخمس تيان توفيت أمي فالمنطقة كلها بقت مليئة بحشود من البشر علشان يصلوا على أمي الله يرحمها فوحدة من الستات الطيبات أمهاتنا الكبار دولت بتقول إيه ده ما شاء الله جنازة مين دي أولاد وزير من الوزراء قالوا لها لأ دي الحاجة أم الشيخ محمود توفيت فدل كلهم ناس محبين فقالت سبحان الله فعلا كما قال الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة بيننا وبينهم يوم الجنائز كنت تيجي تشوف جنازة الشيخ الشعراء والله رحمه رحمة واسعة ما كنتش تعرف تحط رجليك في أي موضع في كل الشوارع اللي حوالي الجنازة بش في الشارع بس اللي كان في الجنازة بيننا وبينهم يوم الجنائز ممكن تلاقي واحد سياسي كبير جدا وعجل منصب بسيط وفي الجنازة بتاعته يا دوب يعني ميت واحد كده وجنازة عسكرية ومشية ومفيش أي حاجة وممكن تلاقي الشيخ أو داعية من الدعاء اللي الناس بتحبهم اللي هو بيحبهم زي الشيخ الشعراء والله رحمه رحمة واسعة تلاقي ملايين البشر قلوبهم بتبكي على هذا الرجل وآلاف البشر طلع في جنازته حتى ان انت متعافش تجيب اولهم من اخيرهم بيننا وبينهم يوم الجنائز سبحان الملك بهذه المناسبة ومن منطلق قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله انا بشكر اختي وحبيبتي اختي الغالية اختي سهير المصري ام مصطفى وبنتها اسماء بشكرهم هما الاتنين على كل الخير اللي عملوه مع والدي لان اختي سهير ربنا احفظها رب العالمين يعني اكتر وحدة شالت والدي واكتر وحدة خدمته واكتر وحدة اكرمته وكان لابد ان انا اكافئها على الهواء مباشرة بان انا اشكرها وقولها ربنا يجزيكو كل خير واوشرها بوشرة جميلة ان بقولها لو ما عملتش في عمرك كله اي شيء سوى الخير اللي عملتيه مع والدي مع التوحيد والفرائد واداء الفرائد فابشري بكل خير اللهم لك الحمد عايزة اقول يا شباب بروا اباكو امهاتكو خير كبير اوي قدامكم وباب كبير مفتح لكم انا بحمد ربنا وبقول له يا رب شكرا لك يا رب انك اكرمتني وخلتني اضمن اوسط ابواب الجنة قول لي تضمن اقول لك اه بحسن ظني بالله اصلي فيه اعمال حباب قلبي فيه اعمال انت متعرفش اذا كانت مقبولة ولا لا زي الصلاة زي الصيام او زي الصلاة او زي الزكاة وزي اعمال كثيرة جدا تعرفش هي تقابلت ولا ما تقابلتش انما فيه اعمال تقدر تعرف انها قبلت وانت عايش في الحياة الدنيا زي ايه زي الصيام الصيام لو انت استقام حالك بعد رمضان افضل من حالك قبل رمضان فيه دي علامة قبول والحج لو استقام حالك بعد رجوعك من الحج أفضل من حالك قبل ما تحج فدي علامة قبول والحاجة التالتة ودول التالت حاجات فقط اللي أعرفهم حاجة التالتة بر الوالدين لو ماتت أمك وهي راضي عنك ومات أبوك وهو راضي عنك فدي علامة قبول والنبي صلى الله عليه وسلم يقوله الوالد أوسط أبواب الجنة يعني أحسنوا أبواب الجنة أنا أذكر أن أمي ماتت وهي بتدعيلي أذكر أن أمي ماتت وهي بتدعيلي وآخر حاجة كان بتصلي وماتت ويه بتصلي لكن قبل ما تخش في الصلاة كانت بتدعيلي والدي الله يرحمه رحمة واسعة أفكر آخر جملة سمعتها منه والله دخلت عليه وبصته وقلت له بابا حبيبي راضي عني فوالدي ما كانش بقدر يتكلم في آخر يقول لأنه كان تعبان جدا وبعد كده دخل في غيبوبة 18 يوم الله العظيم يا جماعة والله يا شباب والله يا بنات والله يا أحباب ويا أخواني ويا أباء ويا أمهاتي وأولادي والله قال الكلمة دي بقول له بابا إنت راضي عني قال لي وربنا كمان راضي عنك يا ابن والله يا ابن ربنا راضي عنك فحسيت كده جواي بحاجة حاجبة جدا وتذكرت في اللحظة قول النبي صلى الله عليه وسلم رضى الرب في رضى الوالدين وسخته في سختهما الله أكبر لو الأب والأم راضيين عنك فربنا رضي عنك ولو الأب والأم سختين عليك يا ويلك يا ويلك يا اللي أغضبت أمك وأبوك لكن ما بيني أسف الحد من رحمة ربنا لو أسأت الأمك وأبوك في الدنيا اكرمهم بعد الموت اعمل خير كبير جدا عشانهم ادعي لهم إذا مات العبد قطع ملوه إلا من ثلاث كان من ضموها أو ولد صالح يدعو له اللهم يبقى أول حاجة الدعاء تاني حاجة الاستغفار كما جاء عند أحمد بسامة بن صحيح حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل إلا ترفع درجته في الجنة فيقال أن هذا فيقال باستغفار ولدك لك حاجة التالتة قضاء صيام الفريضة أو النذرة أو الكفارة كما جاء في الصيحين من مات وعليه الصيام صام عنه وليه والحاجة الرابعة التصدق عنهما قال الرجل كما عنده بخاري ومسلم يقول له يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ماتت ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لي أجر إن تصدقت عنها هل لها أجر إن تصدقت عنها ولي أجر يعني أنا لو تصدقت عن أمي هل يبقى لي لي أجر وهي لي أجر قال أجل نعم فتصدق عنها حاجة الخمسة إكرام أصدقاء الأب وإنفاذ أو الأب والأم وإنفاذ عهدهما كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وللأمان العلمي الحديث سند فيه ضعف أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما قال أجل خصال الأربع الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما فهذا الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما وكما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن عمر بن خطاب أنه كان يسير وهو وعبد الله بن بينار في بعض طرق بين مكة والمدينة فوجد رجل أعرابي فنزل عبد الله بن عمر من على الداب بتاعته ورحمي ركب الأعرابي دا ورحمي الدين العمام بتاعته فلما انصرف رجل أعرابي قال عبد الله بن بينار رحمك الله يا ابن عمر إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير إيه اللي خليك عملت معي دا كتير أول أنت عملت معاه قال لا تقول هذا فإن هذا الرجل كان أبوه ودا لعمر بن الخطاب أي لأبي وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أبرى البر سلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي حاجة جميلة قوين الحاجة السادسة أنت تحج وتعتمر عن الأم والأب بعد أن تحج وتعتمر عن نفسك أمي لما ماتت رحت أعتمرت لها وحاجت عنها الحمد لله والوالد إن شاء الله السنة دي طلع له عمره إن شاء الله بعد أيام إن شاء الله والسنة دي إن شاء الله حجره إن شاء الله ربنا يكرمنا وكرمكم عايز أقول يا شباب كفاية إن أنت ربنا يكرمكم وتفوزه بدعوة الأم والأب بكنز كبير جدا كون إن أنت ربنا يكرمك بكنز يعني إن أنت تبر الأم والأب دي حاجة لا تخطر على قلب بشر البر ده شيء دين يعني يورف بين الأجيال رجل من بني إسرائيل كان ابنه عايش عنده هو وأولاده وزوجته وزوجته ماتت وكل أولاده مات ولم يتبقى إليه ابن واحد صرف عليه كل اللي حلته وجوزه ثم كابر الرجل في السن وعايش عندي ابنه ابنه زهق منه ما استحملوش رغم أن الأب موجه يتحمله مئة سنة هو لما يتحمل والده يعني أيام معدود فركبه فرس وخرج معه للصحراء كده وقال له نزل قال له أنزل أمني في الصحراء يجنيه قال له وسنزل فلما نزل فطلع سكينه وقال له لابد من ذبحك قال يا ابني أهذا جزاء الإحسان أنا أحسنت إليك وربيتك وحرمت نفسي وديتك قال له لابد من ذبحك فقد سئمت منك ومللت قال يا ابني هل أنت مصر على ذبحي قال أجل قال إن كنت مصر فاذبحن عند الصخرة التي هناك ولا تذبحن هنا قال سبحان الله ما ضرك أن أذبحك هنا أو هناك قال يا ابني إن كان الجزاء من جنس العمل فاذبحن عند الصخرة التي هناك فلقد ذبحت أبي هناك ولك يا ابني مثلها والجزاء من جنس العمل هكذا لبعا إذن فرصة عمرك فرصة عمرك طول ما عندك أبو أم اكرمهم وخلوهم يرضوا عنك كون إن أنا أبوي يموت وهو راضي عني كون إن أمي تموت وهو راضي عني بحسن ظني بالله أنا الحمد لله مطمئن على أوسط أبواب الجنة لأن الاتنين ميتين وهم راضين عني ده بيخليك بيهون عليك أسوة الفراء إن أنت أنا كنت أتمنى لو والدي ووالدتي عايشين والله لو كانوا عظم في قفة أقسم بالله أقبل إيديهم ورجليهم وأخدمهم وأكلهم وأشربهم وأعملهم كل اللي هم عايزينه مدام ما بيطلقوش مني حاجة فيها معصير الله سبحانه وتعالى وأتبارك أحس بباركة شديدة جدا في دعاء الأم والأب أنا بقولها لكم وبعترف إن كل خير ربنا أكرم لي بيه في ديني ودنيتي ودعوتي وكل حاجة بل وفي أخرتي كان بفضل ربي أولا ثم بفضل دعوة أمي وأبي الله يرحمهم رحمة واسعة بقولي الكلام ده ديني أنا مش بقولي الكلام ده عشان فعلا أنا ورده أعمل دعاية لو والدي بعمل شو لي والدي أنا بقولي الكلام ده كله علشان أعلم الأجيال اللي جاية دي الأجيال اللي فالده في زمن صعب قوي أنا باعتبر ده أصعب زمن اتوجدت فيه البشرية زمن التكنولوجيا وزمن الرتم السريع قوي وزمن الانشغال الغير عادي الولد ممكن يبقعد على اللاتوب بعمل انشغال على الفيسبوك والتويتر والمش عارف إيه وكلام ده كله بالعشر ساعات وبالاثناشر وفيه بيقعدوا بالتمنتاشر ساعة ممكن أبوي يخش من بره لا يلتفت إليه حتى مش فاضي يرد عليه السلام لأنه مشغول جدا ومشغول بإيه ومشغول بالقالة والقيل حاجة عجيبة قوي أعمار بالضيع أعمار بالضيع أنا عندي ناس بتشرفلي على صفحتي وعلى موقعي الرسمي على النت وعندي ناس الحمد لله بتشرفلي على كل حاجتي أنا ما عنديش وقت أهش على النت وعنديش وقت أضيع عمري في أنه شوف فلان عمل إيه وفلان قال إيه وفلان رد عليه وقال إيه وضيع عمر كله في الكلام ده كله دي مهاطرات ما تضيعوش نفسكم ما تضيعوش عمركم عمركم ده أغلى شيء أنا عندي أجمل حاجة أنك تقعدوا تبر أمك وابوك وتكرمها وتقبل إيد أمك وإيد أبوك تاخد أجري بهم أحسن ألف مرة من أن انت فقد تتفرج على فلان قال وفلان عاد أنا أختم الجزء البسيط المتبقي الفضل تارتين سنة ده لوقت بسيط خالص يعني طيب يعني فعايز أقول يا الشباب بسيط ليكم الأباء والأمهات حطوهم في عينكم وبقول لكل الشاب ببر أم وابو يا بختك هنيالك إن شاء الله تسعد في الدنيا وفي الآخرة خب بالك ما من ذنب أجدر أن يعجي الله عز وجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له يوم القيامة من عقوق الوالدين وقطيعة الرحم في رواية البغي وقطيعة الرحم وفي رواية البغي والعقوق شفت ديه؟ حاجة عجيبة جدا أخطر ثلاث زنوب البغي الظلم وقطيعة الرحم وعقوق الوالدين التلاث حاجات دولة الإنسان بتعاقب عليهم مرتين مع إن أي زنب تتعاقب عليهم مرة واحدة فقط إما في الدنيا إما في الآخرة إما أم عقوق الوالدين تتعاقب عليه في الدنيا بإن أولادك عقوق وفي الأخرة تتعاقب على أن أنت عقيت أمك وابوك إلا إذا تبطي إلى الله سبحانه وتعالى وإحنا قلنا ما بني أس حد من رحمة ربنا حتى لو كنت عقيتهم أم عايشين اكرمهم بعد ما يموتوا علشان تي يوم القيامة لو تكونك لربنا سبحانه وتعالى الله عز وجل هو الذي يدافع عنك ويقول هو عمل كده معاكم لكن بعد ما موتوا وصلوا لكم خير كبير جدا من الحسنات ربنا يأجورنا وأجوركم ويرزقنا وإياكم الوفاء لأباءنا وأمهاتنا إن شاء الله في انتظار إيميالاتكم واتصالاتكم بعد الفاصل صلى على حديث سعالوا نسعون بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء حباه ولحظة صفاء السلام عليكم ورحمة الله بركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسرتنا وخدوتنا وشفاءنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل معنا بعض الإيميالات إخواننا وأخواتنا أخت فاضلة بتقول أنا سيدة أبلغ من العمر 33 سنة فقدت زوجي في حادف سير حادفة سير مميتة وترك لي طفل يبلغ من العمر ستة أشهر لحمد الله كتب الله فأرجو أن دوسيني وتقولي من آيات الكرآنية والأحاديث النبوية ما يصبرني على مصاد يعني الحقيقة الأحاديث والآيات الكرآنية كثيرة جدا وبشر الصابرين الذين إذا أصبتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم سبحانك يا رب الواحد لما بيعد يتأمل صلوات من ربهم مش صلوة واحدة يعني إيه الجمال ده كله يعني الواحد يعني فضل ربنا يعني لا يخطر على قلب بشر حديث عظيمة جدا وردت من النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر يقول من أخذ الله صفيه من أهل الدنيا صفيه يعني حبيبه من أخذ الله صفيه من أهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة حديث حديث التاني رواه التلمذيو بسنادي الحسن أن المولى عز جل يأمر الملائكة أن تقبض روح ابن عبد المؤمن طبعا مش المقصود بين ابن فقط يعني المقصود أن أي حد حبيب إلى قلب الإنسان فإذا قبض روحه وصعدوا قال جل وعلا كيف وجدتموه عمل إيه؟ قالوا وجدناه يحمدك ويسترجع وأعلم سبحانه وتعالى ومطلع وجدناه يحمدك ويسترجع فيقول جل وعلا ابنه لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد الله شيء حاجب جدا وشيء جميل جدا حديث التالت رواه النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه رجل من الصحابة إحنا نعفش اسمه لأنه اسمه وردش في الواياة لكن حسبه أن الله يعرفه هذا الرجل كان عنده ابن صغير كان بيطوف كده حوالين النبي صلى الله عليه وسلم ويقعد يجري حوالين نبع السلام فإذا ابن النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن الرجل بصر على طول على ابنه حب وشغف عييد جدا فبيقوله أتحبه قال أحبك الله كما أحبه فغاب هذا الرجل بعد أيام كده وقعد فترة فالنبي سأل عنه قال له مات ابن الذي كنت تراه يا رسول الله فقالت تعالون عزين راحوا يعزون فلما رأاه نبي صلى الله عليه وسلم قال أكنت تحب أن تمتع به عمرك كله أم أنك لا تأتي يوم قيامة بابا من أبواب الجنة الثمانية إلا وجدته ينتظرك عنده فقال له يعني لا طبعا يجي من الأيام لا إيه مستنين عند أبواب الجنة الثمانية قال فذلك لك فقام واحد من الصحاب قال له يا رسول الله أله خاص أم لكلنا قال بل لكلكم يعني أي حد يمطل حد من حبيبه فيصبر ويحتسب يحصل له كل الخير ده ربنا يأجورك في مصابك رب العامين معنا يا أستاذ أحمد الأستاذ هدى سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم طيب نفس الأخت بتقول الزجها كان ضابط شرطة وتوفيه عائد من مهمة رسمية وبزيه النظام هل يعتبر شهيدا الشهداء لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى يعني لا نستطيع أن نحكم لمعين بأنه شهيد حتى ولو كان يقاتل خلف النبي صلى الله عليه وسلم إلا بنص من عند الله أو من عند رسول الله لكن في مثل هذه الأحوال أنا أقولها بنفسي نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله سبحانه وتعالى أي أنه في هذا الوضع هو وضع إنسان قد يكون أعطي درجة الشهداء لكن الله هو الذي يعلم لكن نقول أسأل الله عز وجل أن يجعله أو أن يحشره في زمرة الشهداء ونحسبه كذلك ولا نزكيه على الله سبحانه وتعالى الأخت خليدة أو خليدة من جزائر بتقول أرجو أن تدعو لأختي الحبيبة بالشفاء ذلك أنها مصابة بداء السرطان وقد انتشر في سائر جسدها ولها ولدان واحد منهم عنده سنتين واحد عنده أربع سنين ماذا يمكن أن نفعل نحن عائلتها وكذا المريضة أسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يشفي أختك أخت خليدة ربنا يشفى هارك يا رب ويشفي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين شفاءا لا يغادروا سخما ويشفينا معهم يا رب العالمين ويعني ما عليها إلا أنها تعلم أن هذه علامة حب من الله سبحانه وتعالى وإن الله إذا أحب قوم ابتلاهم الله لا يبتلي إلا من يحب وما عليكم إلا أن تفتحوا أمامها باب الأمل ما تيأسهاش من رحمة ربنا سبحانه وتعالى ويش معنى أن الإنسان أصيب بهذا المرض أنا أعلم ناس كتير جدا جدا والله العظيم أنا أعلم أحد إخواني من ناس أفاضل والله العظيم قال لي أنا كنت مصابا بسرطان في المخ وشفاه الله عز وجل شوفها دفها حاجة يعني فكل من عمد ربنا سبحانه وتعالى مين معنا سبحانه وتعالى أم محمد من السعودية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله وبركاته أول شيء عزيك عزيك يا شيخ الله يرحمه والدك آمين يا رب العالمين آمين يا رب وقمين موت المسلمين يا رب آمين أسألك شيخ أسمع أن ألوك مع حضرتك كيف أن أيوة أسألك سورة الطبارق ماذا أقرأ أسمعتي أن منجيت عذاب الغبر ماذا تقرأ في الليل ولا في النهار هتقرأ إيه أختي مايش مسمعتش آه سورة الطبارق سورة الطبارق أنا تمعت إلى منجيت عذاب القبر آه نعم ربنا يبرك في حضرتك سورة طبارق هذه طبعا تقرأ للأحياء يعني الحي هو الذي يقرأها إنما سورة طبارق تقرأ قبل أن تنامي يعني لأن نوع السلام قال سورة طبارق هي المانعة من عذاب القبر يعني لو قبل ما تنام كده قرأتي سورة طبارق لو ربنا قدر سبحانه وتعالى إنسان مات في هذه الليلة فبذلك ينجو من عذاب القبر ومش كده وبس ويكون سببا في دخول الجنة لأن في الرواية التانية الرواية تقول سورة طبارق هي المانعة من عذاب القبر مش المخففة مانعة تماما هي المانعة من عذاب القبر وفي الرواية التانية سورة ما هي إلا ثلاثون آية وهي طبارق الذي بيد الملك نافحت أي دافعت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة وهي طبارق الذي بيدها الملك فربني أحفظنا أحفظكم وأنا أوصي كل إخواني وأخواتي بقبل النوم بالحرص على أفكار النوم وخصوصا ثلاث حاجات كراءة سورة طبارق لأنها تنجي من عذاب القبر وتكون سبب دخول الجنة كراءة آية الكرسي لأنها بفضلها تحول بيننا وبين الشيطان يبقى أصبح الشيطان اللي يسعي عليكم سلطان والحاجة الثالثة أننا ننام على توبة ونقرأ دعاء سيد الاستغفار لأن دعاء سيد الاستغفار كما جاء في رواية البخاري من قرأه فمات في تلك الليلة كان من أهل الجنة مين معنا يا سيد الحمد مين الأستاذ رمضان سلام عليكم عليكم السلام ورحمة وبركاته أهلا وسلام عليكم السلام الله يحفظك يا رب أسأل الله العظيم ربك العاشر العظيم أن يتقبل أباك ويتفره في رحمةك إن شاء الله آمن يا رب العالم والله أسأل الله يحفظك يا رب لأكد تعيز رقم التلفو مرس وعلى سنة تحتابع معكم نحفظك 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 الأخت فيفي بتقول أرجو أن تدعو لي بالزواج أنا تعبتي من محاولة البحث عن الشريك المناسب وفي كل مرة لا تكتمل خطوبة أقول يا جماعة إن مش عايز أي حد يظن إن مدام فلانا بتتجوز أو اتخطبت أكتر مرة والمولى عز وجل لم يوفق إن في حد عملها عمل أو إن لا هي مجرد نصيب ربنا ما قدرشي ولعله وعسى يكون فيه خير ليكي لعله وعسى كل اللي تقدموا لك ما فيش حد فيهم ينسبك بل بالعكس ربنا يعلم سبحانه وتعالى مسبقا إن لو جوزت واحد منهم هيتعبك وهيدايك في حياتك فربنا بيصرف عنك السوء ما عليك إلا الدعاء والاستغفار واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وكثرت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنها من أسباب تفريج الهموم بفضل الله سبحانه وتعالى وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرز كل أخت وكل مسلمة على وجه الأرض بزوج صالح يا رب العالمين وربنا يصل لكم الخير أينما كان اللهم أمين يا رب العالمين الأستاذ رشيد مش عارف أمزيدي أو إيه بيقول أنا قبله من العمر 31 سنة أعاني من شلل كل الله يعفيك يا رب العالمين منذ حوالي 14 سنة ومرض القولون المزمن وعندما أصلي فأنا لا أركز في صلاتي بسبب الآلام الشديدة وأعاني من التبول اللا إراضي وأحيانا ندخل وقت الصلاة أن أستعمل حفاظات ولا يكونوا جنبي أحد يغير لي وأصلي فما حكم الشرع الله يبارك في أمرك الله يحفظك الله يستورك الله يكلمك ويشفيك الله يكتب لك العافية في الدنيا الآخرة أنت مثال عظيم جدا أنت مثال عظيم جدا للمسلم الحريص على طاعة ربنا سبحانه وتعالى رجل مريض بشلل كله من 14 سنة وعنده أمراض مزمنة شديدة وعنده كل دوت ومع ذلك حريص على أنه يصلي في حين أن بعض المسلمين ممكن ربنا يكون مديهم الصحة والعافية وماشاء الله وشباب وزي الفل وصحة وعافية وصورة جميلة ومديهم نعم الدنيا كلها وما يفكرش أن يسجد لله سجدة واحدة بحييك يا أستاذ رشيد وبدعيلك من ربنا يشفيك ويعفو عنك كل الهضر وهلولك أن كنت مش قادر تركز من شدة الألام أنت مأجور على شدة الألام حتى لو ما كنتش قادر تركز إن شاء الله أنت مأجور وحتى وإنت مش مركز أنت صلاتك إن شاء الله هتكون أفضل من صلات ألف واحد بيركز هو سريم وصحيح لأن أنت مريض وعندك عزر إن حصل تبول لا إرادي ومحدش جنبك يقدر يساعدك على أنه يتضاير أو غيره صلي على الحالة التي عليها ولا حرج عليك لأنك من أصحاب الأعذار وأصحاب الأعذار لهم حكم خاص يختلف تماماً عن الناس اللي ليس لهم اللذين يعني ما عندهمش أعضاء فربنا يعفو عنك ويشبك ويتقبل مننا ومنك يا سيد رشيد الأختمار والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام عليكم وكاتف حيا يا شيخ محمود يريد حضرتك بس يتوقف التبزون بعد إذنك اختمار إسماعيل بكير فور كده كويس فضالي بكير ربنا يباريك يا رب ربنا يباريك يا شيخ محمود كنت عايز أسأل حضرتك يعني أنا عايز أعرف إذا كان سامن ربنا راضي عني ولا لأ أنا حصلت معي الضروف حياتي حاجات كثير كنت بتمنها وكنت عايزاها وربنا ما أرادش وصلتها يعني نعم هل دوت كنت بطلب أنا جوزي كان مسافر إستادية وكنت باتمنى أن أنا أروح أزور كنت فضالي يا سامعي كنت باتمنى أن أنا أروح أزور أو أعمل عمر أو أحيك وكما ومقدرش النصيب هل ده غضب ربنا علي أن أنا من ألتهاش لا يا اختمار وإحنا طبعا بنحسن الظن بالله أولا سبحان الله تعالى أعيز أقول لحضرتك حاجة أحيانا لأن الإنسان بيتمنى شيء في هلاكه بكلمش على العمر أو الحج أنا بكلم على الحقات التانية الي تقولي كان نفسي في حاجاته ماتحاقيتش يعني أحيانا الإنسان ييتمنى شيء وفي هلاكه فربنا سبحان الله تعالى بيعصمه من الهلاك وبيمنعه عن الشيء دوت لأن ربنا سبحانه تعالى إِنَّ اللّهَ لَيَحْمِي ده الحديث إِنَّ اللّهَ لَيَحْمِي عَبْدَهُ مِنَى الْدُّنْيَا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام والشراب يعني أنا ممكن أحجز مريضه عن الطعام والشراب لأنه هيضره فربنا ممكن يحجز عننا الدنيا لأنه هتضرنا كل ما في الأمر أننا بنقول أن ربنا لما بيحب حد بيبترين لكن هل هو غضب ولا مجرد يعني عقوبة على الذنب فإحنا بنحسن الظن بالله ونقولش أنه هو غضب لكن بنحاول نراجع نفسنا ونعمل كشف حساب نفسنا هل أنا الوضع بتاعي على شيء يرضي ربنا يبقى لا يمكن يكون غضب أما لو كنت أنا على شيء يغضب ربنا فهنا ممكن يكون غضب فأنا لازم أعمل أول مراجعة لحال مع ربنا سبحانه وتعالى دي حاجة الحاجة التانية أنني أنا لو في أي شيء حصلي بالمنظر ده أكثر من الاستغفار ربما يحالوا بيني وبين شيء بسبب زنوبي بسبب تقصيري كالطاري من الاستغفار كالطاري من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أسباب تفريج الهم والكر أكثر من الدعاء أمي صلي ركتين قيام ليل لعن لو عسى تكوني مقصرة بإن أنت مش محجبة إلبسي حجاب ربنا يكريمك عشان يرضى عنك ربما تكوني مقصرة في الصلاة أمي وصلي وواصبع الصلاة ربما يكون في والدك أو والدتك في منك ومنهم حاجة رضيهم وكريميهم وبوسي إيديهم ورصهم وخليهم يرضوا عنك أمور كثيرة جدا ما يحتاجين من راجع نفسنا فيها جماعة قبل ما نسأل نقول إحنا لنا إيه لازم ننظر إحنا علينا إيه لازم أراجع نفسي في أموره معنا رجل لما بماشى وعربيته فجأة بتقف بينزلي شوف الردياتير في ماء لما يفوش مية بيبص على الزيت بيبص على الفرامي بيبص على كذا حاجة بيتطمن على المطور في مليون حاجة نرجع لها في إحنا كذارة وما نلاقي عندنا عطل في مسيرة حياتنا في مشاكل كتير في حياتنا لازم أبص على صلاتي لو واحدة يبص على حجابها شوف هي محجبة لش محجبة على الأذكار على القرآن على حالها مع الأم والأب على حالها مع الناس على صدقها إذا كانت بتصدق وأنا ما بتصدقش على إذا كانت بتغتاب أو بتنم أو لا لا على حالها مع زوجها على حالها مع ولادة بتراجع كل الكتالوب ده كله لو لقيت حاجة مصبوطة لو لقيت حاجة كلها مصبوطة يبقى ده اختبار من ربنا وابتلاء ولو لقيت حاجة مش مصبوطة يبقى ده يابد إن احنا نزبطه علشان ربنا يرضى عنا وعنكم يا رب العالمين وعهد نفسك تحققه تحت عمرك أنا بالله عليك نفسك جد تدهيلي إن ربنا يرزقني الزورية الصالحة اللهم رزقها الزورية الصالحة يا رب لإني أنا طرقت كل الأبواب بفراحة وحسرت أن الدنيا خلط لا تيأسي خزين وسعة وعظيمة وكبيرة وفي لحظة والله أولي حاجة وصفة حلوة اقتلهام أكثر من الاستغفار لإن ربنا لقال كده على لسان سيدنا نوح فقلتوا استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم النهار ما لكم لا ترجون لله وقار فإذن أكفر من الاستغفار أكفر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذن أبايا بن كعب لم قال له يا رسول الله إذن أجعلها كلها صلاة عليك والحديث رواه الترمذي بسند صعي قال إذن يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك الموضوع ده عندي كنت مسبب لك هم ربنا هيكفيك الهم ده كله بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عمليلي كورد يوميا من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأبشيلي والله هتتصل بالحلقة دي إن شاء الله في وقت قريب بلا يعني تألي على الله سبحانه وتعالى لكن بحسن ظننا بالله سبحانه وتعالى وهتبشرين إن شاء الله بمولود ونحضر عخيكة إن شاء الله وبنحفظي بأختي الهم الأختي شايماء من السعادية السلام عليكم وعليكم السلامة وعسوا الله وبركاته عليكم السلامة وبركاته أهلا وسهلا أهلا بحضر لك أنا بس عايزة أقول سؤالي بسرعة أنا الحمد لله ملتزمة منطقة بأو كده بس يزوجي مش ملتزم ويعني بيصلي شوية وما يصليش شوية وبيشرب سجير يعني وأحيانا حاجات تانية جد السجير نصحتك لأصدر عليه ربنا برفيك يا أخت شايماء أنا عايز أقول لحضرتك حاجة يعني مدام بيصلي وبيقطع وبيرجع تاني يصلي فالحمد لله يعني مدام هو بيصلي ومعترب بالصلاة طبعا نتمنى أن هو يدام معنا الصلاة أما لو ما كانش بيصلي خالص فده وضع تاني تبقى مشكلة كبيرة جدا أنه واحدة تتعيش مع إنسان حياته منقطعة تماما عن الله سبحانه وتعالى أما مسألة شرب والحالات التانية الدخان وغير ذلك طبعا ما تبقى شيء مؤذي جدا للزوجة الدخان والمخدرات والحالات دي كلها عايزك تنصحي لله سبحانه وتعالى وتخلص النية لله سبحانه وتعالى في نصح هذا الزوج ربنا بيقول في القرآن وأمر أهلك بالصلاة واستبر بش واصبر واستبر عليها والصلاة أكيد أعظم من كل شيء فإذا كان في أمر الصلاة واستبر فما سوى ذلك محتاج أستبر أكتر من كده فأنت استبر عليها أدام بيصلي الحمد لله رب العالمين ذكري بالله سبحانه وتعالى فيه أمر الدخان والمخدرات الغير ذلك واستبر عليها وحاولي بقدر إمكان تسوق يعني من هو يحبه ويثق فيه أنه ينصحه نصيحة أحيانا بيكون النصيحة لبعض الأزواج للأسف شديد وبعض الأزواج فاهمين الحياة الزوجية غلط يعني هو يظن أن زوجته لما تنصحه معناها أن هي يعني بقتها الكبيرة بتاعت البيت الكلام مش كده خالص بمرة وإلا فقد كان من السلف الرجل طالب علمه وزوجته هي اللي علمه وهي اللي بتعلمه كما حدث ذلك بين كثير ابن أبي وداعة وبين بنت سعيد ابن مصيب لما تزوجها كثير ابن أبي وداعة وكان ابنت سعيد ابن مصيب هي اللي كانت عندها علم سعيد ابن مصيب وهي اللي علمت كثير ابن أبي وداعة فيعني لها حرج فين الزوجة تنصح زوجها ولا حرج فين الزوجة تعلم زوجها ولا حرج إن هي تذكره بالله يعني مش لازم تاخدنا العزة والإفنة ما قولوا إنت اللي هتذكريني إنت اللي هتعلمين أيها اللي هتعلمك إيه مشكلة مش مشكلة خاصة لو زوجتي ذكرتني بحاجة أنا غلطان فيها لا حرجة في هذا لأن الإنسان يعني رحم الله امرأا أهدى إلي عيوبي فربنا يكرمك يا ربي ذكري بالله سبحانه وتعالى وأكثر من الدعاء قوم يصلي ركتين بالليل ودعي أخت شاملاء ربنا يحفظك الأخت خديجة من المغرب السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام أهلا وسهلا بحضرتك ممكن نهضر مع الشيخ محمود مع حضرتك كفان أنا عصبية شوية مع الوالدين عصبية على الوالدين نعم نعم فضلي عايزة نعرف كيف نمسك الأعصاب ديالي تستعيزي بالله من الشيطان الرجيم وأخت خديجة وتسألي المول عز جل لإني كانت وسيط النمع السلام للرجل الذي قال له أوصني يا رسول الله قال له لا تغضب قال له أوصني يا رسول الله قال له لا تغضب أوصني يا رسول الله ثلاث مرات قال له لا تغضب لأن الغضب بأخت خديجة هو سبب هلاك العبد بيخالي الإنسان يغلط في الأم والأب ويغلط تغلط في زوجها وتغلط مع الناس وممكن الإنسان يفقد حياته بسبب الغضب ممكن الموظف يفقد وظيفته بسبب غضب ممكن واحد يفقد زوجته وأولاده بسبب غضب وطلق بيحدث بسبب غضب فالغضب ده من الشيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حاولي دايما كده يستحضري المعاملة اللي انت تتمنى تشفيها من أولادك ويعمليها مع الأم والأب اللي انت تتمنى تشفيه من ابنك ومن بنتك يعمليه مع الأم والأب لو حتى ان انت عصبية شوية استعيني بالله سبحانه وتعالى اقرأ الكرآن كده بهدوء كثيري من الاستغفار اكثيري من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قومي صلى ركتين بالليل وقول يا رب اذهب عني الغضب هتلاقي نفسك هدية قوي وبعدين لما تحول تغضبي حول تستعيزي بالله من الشيطان الرجيم لان الشيطان هو اللي بينفخ في الإنسان عشان يغضب استعيزي بالله من الشيطان الرجيم واكثيري من الاستغفار وغير الوضع اللي انت عليه وحاولي بقدر امكان استعيني بالله في ان ربنا سبحانه وتعالى يحليك دايما كده بالحلم والرفق ما كان الرفقه في الشيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة الاخت حنان من مصر السلام عليكم عليكم السلامة عليكم السلامة أهلا وسهلا يريد تعالي صوتك شوية حسنا حيكي بتوشوشينا كده مش سامح حضرتك ألف سلامة أنا بحسيه وتكامل ربنا يخلي حسنا تفضلي تحتوني أنا أوليك سيلم به ممكن تبعيد الموبايل عن التليفون أو معافش انت حتى ايام التليفون بيزني كده حليك سامعني كوني اه تفضلي تحتوني أنا أولديت لما دعفت كانت تعبنى شوية سنة تشوية بني الحمد رحمة الله ساعة كانت أصدرتش تتكلمنا خالص أنا مليش أخذ كانت كل أهلا دنيا نعم كانت ما تتكلمش معنا خالص نعم لعم لما تخافي لا ممكن تكون أخت حنانة ممكن تكون والله أهلا من تعرف الإنسان عند المرض الموت أحيانا بيكون إنسان تعبن لدرقة أنه لا يستطيع أنه يتكلم يعني وش لازم يكون الأمة أو الأبض غضبانين على أولادهم عشان ما كنروش بيتكلموا معاهم قبل الموت أنتو تعلموا أنه حتى لو ما كانش مرض الموت أحيان الإنسان بيكون مريض أو تعبن تعب بسيط جدا أو تعب شديد حتى ما هواش تعب الموت ورد الموت ورغم ذلك ممكن ما يكونش قادر يتكلم مع حد خالص ده طبيعي جدا فما تظنش إنه غضبان عليك ما دون تكون الحمد لله بتخدميها وبطرعيها ومحافظ عليها الأخي اللحظة في حياتها فأسأل الله سبحانه وتعالى إن ربنا جرق ودعالها في مبزان حسناتك لكن ما تخليش الشيطان يدخلك من هذا المدخل إنها ما ذهب ما بتكلمكيش يبقى تغضبان عليك لا تستسلم لهذه التخيلات والتصورات اللي ممكن تخليك يعني تشعري دائما بالذنب والتقصير معنا الأستاذ محمود سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله زيك شاك محمود أهلا وسهلا عليكم السلام ورحمة الله أحبك صلاة يا شيخ الله أحبك الله الذي أحبك تاني من أجله ربنا يتقبل منك إن شاء الله بإذن الله أرجو ليس إبعادك لي معلش لأن أنا موجود والله مظلمة كبيرة جدا أسأل الله أن يرفع عنك الظلم وعن كل مظلومة على وجه الأرض يا رب العالمين وأن يرفع الظلم عن الشعوب المظلومة وأن يرفع الظلم عن كل إنسان على وجه الأرض مظلومة يا رب العالمين ربنا يرفع عنكم الظلم يا أخي العزيز ربنا يحفظك وعليك بحسب الله ونعم الوكيل بعض الناس بتترفع عن تقول هذه الجملة يقول لا أنا مقلش حسب الله ونعم الوكيل لحسن الناس بتفهمني غالط لا بحسب الله نعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن وقالها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حينما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسب الله ونعم الوكيل وهي حسب الله ونعم الوكيل كم كلمة حسب الله ونعم الوكيل أربع كلمات خذوا قدامها أربع مكافآت فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم فالإنسان يكثر من حسب الله ونعم الوكيل في كل منظلة ما والله عز وجل لأنت توكله في أن يأتيك بحقك بفضل الله سبحانه وتعالى إحنا عايزين ديتين كده قبل عشان الدعاء طيب أم محمد سلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الشيخ باب البقاء لله شيخ الله يبرك عبدك كباركي دعني يا شيخ دهل ودعي الولادي ودعي الذوق يفكوك أربو الله يفكوك أربو يا رب ويحفظهم لك يا رب العالمين اللهم أمنوا وجعلهم منحفظ كتاب الله يا شيخ ربنا يبرك لهم يا رب العالمين وجعلهم منحفظ كتاب الله والعاملين به يا رب العالمين ببنى يحفظك يا محمد السلام قطع نعم طيب نفضل لنادي يا حبيبي ندعو فيهم ولا في استقبال طيب ندعو وصيتي لكل حبيبي اكرام أبائكم أمهاتكم الله يبر فيكم أنا مش عايز أقولكم مناسبة عيد الأمة لو مش مناسبة عيد الأمة إحنا بنقول إن الإسلام أعظم من كل شيء يعني إحنا نهاردة لو حبينا نكرم الأم يوم في عيد أمة لا دعا الإسلام بيكرمها الدنيا كلها وطول ماها عايشة وبعد موتها كبان بعد موتها بيكرم الإسلام أكرم من ذلك بكثير فعايز أقول يا جماعة اكرموا أبائكم أمهاتكم وحفظوهم وحفظ عليهم وبروهم ربنا نزقنا أيكم بر والدين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إنا نسألك بإسمائك الحسنة وصفاتك العلا ونسألك يا ربنا بإسمك الأعظم أنت اغفر ضنوبنا يا رب اغفر ضنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا أرزقنا جميعا حسن الخاتمة أرزقنا جميعا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا بر آبائنا وأمهاتنا اللهم تقبل منا برنا اللهم ارحم آبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين برحمتك يا رب العالمين اللهم يا ربنا نسألك رضاق والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل برحمتك يا رب العالمين يا مقلب الكروب ثبت كروبنا على دينك لا تفد هذا المجلس إلا بذنب المغفور وعمل مقبور وتجارة لن تبور وتجارة لن تبور برحمتك يا رب العالمين اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين وزوج بنات المسلمين وزوج شباب المسلمين برحمتك يا رب العالمين اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير ومن أرادها بسوء فاشغله في نفسه يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين ألف بين قلوب المصريين اللهم ألف بين قلوب المصريين اللهم أغف إخواننا في سوريا اللهم إنهم جوع فاعتمهم حفاتهم فاحملهم عراتهم فاكسوهم مرضى فدوهم يا رب تقبل شهدائهم وربط على قلوب دويهم وعجل بنصرهم يا رب العالمين وأمدهم بمدد من عندك ولا تذلهم لأحد أبدا يا رب العالمين اللهم ارحم والدي رحمة واسعة اللهم اجمعني بأبي وأمي في الفردوس الأعلى واجمعني بكم جميعا في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وصلى الله عن أبينا محمد وعلى أريه وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في وش الشطان بكل حنان وفيها الشفاء ويا ما بيوت كخيط عن كبوت بتنهر وتغرأ في بحر السكوت